قال ايه فيه ناس يدرسون ساعة 12 الليل إلا خالد يناظر في يد أحمد قال وش الكدمات ذيلي في يدك السلام عليكم اليوم عندني يا جماعة الخير قصة جديدة ولكن والله العظيم عندي تنويه وعتب بسيط مرة صيير بسيط إذي كنت تتبعني الآن أو تشوف لا تنسوا تضغط على اللايك تشترك في القناة أقلنا شوية على المليون واللايك حربيا والكومنت اللي تكتب ليه كل يوم على المقاطع اللي فاتت أني أقرأه و أضغط عليه قلب أول ما تشوف قلب يعرفني قرأت كومنتين ويلا خلنبدأ قصة اليوم يا جماعة الخير ترجع لثلاث طلاب أحمد و خالد و فهد والطلاب هذول يا جماعة الخير متساوين في العمر كلهم في صف واحد يدرسون واللي هو الصف الثالث ثانوي والقرية اللي هم فيها قرية معروفة بالأمطار والسيول ورضو القرية كلها ترابية كانوا يدرسون داخل هذه المدرسة والمدرسة هذه على قد حالة وحرفين الطلاب اللي فيها قليلين مرة والمدرسة هذه مو المدرسة الوحيدة اللي في القرية في مدرستين أو ثلاث مدارس في هذه القرية ولكن كل مدرسة تبعد عن الثانية عشرين دقيقة أحمد و خالد و فهد كانوا يدرسون داخل المدرسة ووضعهم تمام ما في شيء ولكن في مرة من المرات أمطارت حرفيا بشكل كبير على المنطقة كاملة وجاء سيلي جماعة الخير وطرح الجدار حق المدرسة مع بعض الفصول طبعا جاء مدير المدرسة شاف المدرسة كذا من هدمه فقرر أكيد يكلم الوزارة عشان يجون يسوون صيانة المدرسة ولكن قالت لهم الوزارة لازم تنقلون إلى المدرسة الثانية والمدرسة الثانية هذه تبعد حوالي عشرين دقيقة أو خمس و عشرين دقيقة بالسيارة قال لهم مدير المدرسة خلاص ما في مشكلة أنا رح تكفل في الأشياء دي ورح أشوف وضع النقل وكيف الطلاب نخليهم يدرسون في المدرسة الثانية اللي نتزيل المدرسة دي ورح يدرسون ترم واحد لهم يقارب ثلاثة شهور ونصف إلى أربع شهور كان المدير طبع أوراق لكل الطلاب اللي في المدرسة قال أبغاكم توقعوا الأوراق هذه من أولياء الأمور عشان ننقلكم للمدرسة الثانية وتصيرون تدرسون فيها لمدة أربع شهور اللي هو ترم واحد فقط وبعدها يجمعت الخير نرجعكم من مدرستكم الممطبة على الأوراق ووزعوها على الفصول كلهم طبعا هم يوزعوا الأوراق قال لهم المدير ترى ما فيه دراسة في اليوم الثاني أبغاكم بكرة بس تجيبوا الأوراق عشان نعرف من الناس اللي يقدرون يروحون معنا قالوا أنا خلاص تمام أحمد وفهد وخالد خذوا الأوراق هذه وكل واحد رأى عند أبوه المهم أبوكم مستحيل يرفض إذا كان الموضوع فيه نقلة المدرسة الثانية أو شي فيه علم بالذات أحمد وخالد وفهد وزعوا الأوراق هذه على أولياء أموره ولكن في لحظة التوقيع أبو أحمد قال أيب الطلاب كيف نوصلهم للمكان هذاك المكان ذاك يبعد 25 دقيقة والمشكلة المكان ذاك يعني في طلعة أو في رقية أو في جبل في طرف جبل مو في الجبل فوق لا في طلعة الجبل ولكن الطريق ترى ممهد يعني قال ما يدولده أحمد ثواني بتصل على أبو خالد وأبو فهد بشوفوا شي الطريقة اللي راح ينقلون فيها عيانهم الطريقة هذه عجاب مرة واحدة أنتوا تروح معهم المهم راح تصل على أبو خالد السلام عليكم هلا والله أبو خالد كيف حالك طيب مرحبا عليكم السلام هلا والله أبو أحمد والله بشرك أنا بخير وبصحة وسلامة إلا بسألك أبو خالد ما جتك الأوراق حق التوقيع المخصصة لنقل الطلاب للمدرسة الثانية اللي مدرستنا الأولى نهدمة قال إلا والله جتني ولكن أنا مشكلتي في نقل الطلاب كيف راح نقلهم قال إلا لازم نكلم بمدير المدرسة ونشوف الموضوع عشان مدير المدرسة يحللنا الأزمة هذه طبعا القرية هذه يا جماعة الخير صدق المواصلات فيها صعبة والموضوع شوي صعب قلمهم اجتمعوا الأبوان كلهم أولياء الأمور خالد أبو خالد وأبو أحمد وأبو فهد والتجهة يا جماعة الخير مدير المدرسة السلام عليكم هلا والله بفلان كيف حالك طيب إن شاء الله والله الحمد لله بخير وش فيكم إنه ما عندنا مشكلة إنهم يروحون ولكن ما عندكم يا أخي طرق مواصلات وتوصلوا للطلاب لين هناك اللي يقول لهم مدير المدرسة أنا توني مكلم الوزارة بخصوص هذا الموضوع وقالوا إنهم راح يوفرون باصات والباصات هذه من الباصات الكبيرة مرة راح توقف يا جماعة الخير عند باب المدرسة وبما إن المدرسة عددها قليل ما نحتاج إلا باصين ما يحتاج إلينا نزود ونجيب أربع باصات ولكن النظام صح يكون كالآتي تجيبون عيالكم عند باب المدرسة اللي هو باب المدرسة القديمة ويركبون معنا في الباص ونوديهم للمدرسة اللي يندمجون معهم الطلاب في المكان الثاني وافقوا أولياء الأمور على هذا الموضوع وتفقوا أولياء الأمور إن كل ولي أمر يمر الثلاث طلاب هذولي ويأخذهم يوديهم عند باب المدرسة القديمة ويركبون مع الباصات ويطلعون يا جماعة الخير إلى المدرسة القريبة لم الجبل قلمهم جاء اليوم يا جماعة الخير ويركبون يمرهم ولي أمر الطالب الأول اللي هو أبو أحمد ويأخذوا الطلاب يوديهم عند المدرسة القديمة ويركبون مع الباصات ويشوفون الطلاب كلهم متجمعين حقين المدرسة ويركبون في هذا الباص ويسوق سائق الباص يوديهم لين المدرسة الجديدة طبعا هم في الطريق قاعدين يشوفون جبال ويشوفون خبار والمنطقة شوي مرتفعة بعد ممكن ما يقارب 23 دقيقة وقف الباص ولكن كانت وقفتها عشان ما يقدر يكمل لين فوق الموضوع صعب عليه وما يقدر يطلع لان الطريق فوق بيكون ضيق عليه مثالهم يا طلاب تنزلون هنا وتطلعون مشي لين توصلون للمدرسة طبعا احمد وخالد فهد كلهم راكبين في باص واحد ويطلعون اجماعة الخير للجبل يتمشون ومقاعدين يمشون حرفيا تعرفون طلعة الجبل دائما تكون يعني ومت قاعد تمشي تحس انك تقيلي شوي احمد يناظر كذا على اليمين اللي يحصل في ذاك المكان في بيوت قديمة مرة والبيوت هذه اقدم من البيوت اللي كانوا ساكنين فيها يعني بيوتهم الاولى قديمة والبيوت اللي شافوها الان اقدم من القديمة تملوا طريقهم للمدرسة وكان الجو حلو لين وصلوا يجمعت خير باب المدرسة انتو الطلاب اللي جايين من المدرسة اللي صار عليها السيل اي نعم حياكم الله حياكم الله ويدخلهم مدير المدرسة الثانية ويستلم العهدة هذه يسجل اسماء الطلاب معاه وخلاص صاروا تبع المدرسة اللي موجودة على طرف الجبل طبعا لاحظوا ان حتى المدرسة اللي راحوا لها هذه ما فيها طلاب واجد طلابهم اقل من الطلاب اللي كانوا في المدرسة الاولى يعني طلاب المدرسة الثانية اقل عددا من طلاب المدرسة الاولى لما ادمجوهم مع بعض صار العدد مناسب مرة ولا في ضغط ولا في زحمة ولا في أي مشكلة في هذه المدرسة بمن العدد وصل للمرحلة هذه جت مرحلة التقسيم ويقسمون الطلاب كل واحد يعني يروح الفصلة ولكن يا جماعة خير أحمد وخالد وفهد ما هم موجودين في فصل واحد أحمد وخالد في فصل وفهد الحالة نقلوه فصل ثاني الموم يا جماعة الخير جاء لي هو يوم الإجازة الويكيند من أحمد وخالد في فصل وفهد الحالة في فصل قرروا الويكيند هذا يجتمعون قرروا يجتمعون وسووا لما كذا بسيطة وقعدوا يسولفون ها كيف المدرسة الجديدة ويساير واش حاصل فهد يا جماعة الخير واش قال؟ قال أنا تعرفت على واحد يناكس اسمه سعد وساكن في المنطقة نفسه في الجبل هذي ولكن ما أدري قال لي كلامه وكلام هذا حرفية ما أدري هل هو صدق أو كذا قال لي يا جماعة الخير تدري أن المدرسة هذه في الليل آخر الليل يعني بعد ساعة 12 في ن أصبح الناس يجوون في هذه المدرسة فالحالة فهد سال سعد قال كيف يدرسونه ثلون أخر الليل وشلون ؟ قال والله العظيم سمعت كلام من في ناس يوجوون في مدرسة ثلو قال يقول أنا جاب بالي ان هذون يقاعدين يدرسون ناس يدرسون منازل وش مالمنازل ايه وسامة ناس comuns متأخرين في الدراسة وتقدم فيهم العمر شوي وقارنهم يردرسون مستعدون مع طلاب الصبح يقولون لهم خلاص تعالوا ادرسوا ومسأ يقول ولكن سالفة 13 الليل ما تجي يعني سالم 12 الليل شي غريب في الموضوع كيف يدرسون من ساعة 12 الليل فهد قال ما يتسعد يا سعد حس الموضوع يعني كذب قال لا والله يعني ما ليش موضوع ما يدخل البال ولا يدخل المخت وش اللي يدرسون من الساعة 12 الليل قال لا خلاص اذا انت ما لصدقني رح اس дальше ويقعوح الكلام هذا عند أحمد وخالد أخويه ويقول ان في واحد في الفصل اسمه سعد قال لي الكلام هذا كله قلمهم يوم قال لهم الكلام ذا قالوا تصدق شرايك نسأل راعي المدرسة ممكن في ناس يدرسون في الليل ما تدري ويقول لكن يعني انه قلنا الموضوع هذا انه حنا بنسأله ولكن مو الان يعني بعدين قلمهم خلص الوكيند او اجازة الاسبوع وصرنا نرجع ندرس اول يوم دراسة يا جماعة الخير فهد كان يعتقد ان اخوياهم ومصدقين اللي هم احمد وخالد انسعد قال له راح نادل سعد عند اخوياه في الفصحة سعد تعال ابغاك تقول ميد اخوياي لانه ما هم مصدقين يوم قلتونهم اخر مرة قال قل لهم انثي ناس صدق يدرسون الساعة في محشر الليل صدق جاه سعد مع فهد وقال ميد اخوياه احمد وخالد قال اسمعوا قال والله صدق ناس يدرسون الساعة في محشر الليل ما انتم مصدقين قادوا يضحكون او لا تفتح الموضوع ذا مرة ثانية خلاص يا اخي قال والله اذا ما انتم مصدقين روحوا اسألوا الحارس حق المدرسة وشوفوا اش راح يقول لكم قال ايه مصدقين خاص قفل عن موضوع مصدقينك حد قلموا يا جماعة الخير اجتمعوا في نهاية خلاصة طلعة قالوا اش رايكم بنسأل راعي المدرسة عن الناس اللي يجون ويدرسون الساعة في محشر الليل اجتمع احمد وخالد وفهد مشوا ولين باب الحارس تاك 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 سلام عليكم قالوا يفتح الحارس يا جماعة الخير عليكم السلام ورحمة الله هل عيالي وش تبغون وش عندكم هنا قالوا اننا نبغى نسألك يا اخي في واحد في المدرسة اسمه سعد وقال لنا ان في ناس يدرسون بعد الساعة في محشر الليل اول ما قالوا الكلام هذا تغير وجه الحارس قال الساعة في محشر الليل لا لا ما في احد يدرسين الساعة في محشر الليل لا تشلون اهم يا ولا والله صدق هل في ناس يدرسون الساعة في محشر الليل او لا قال لهم يا اخي انتوا فكروا في دراستكم وما عليكم من الناس اللي يدرسون الساعة 12 الليل إن استنتاج أحمد قال يعني فيه ناس يدرسون الساعة 12 الليل صح؟ قال لي فيه ناس يدرسون الساعة 12 الليل قال كيف؟ قال لا تسألني يجون يدرسون ويطلعون طبعا هنا دارت الشكوك فراس أحمد وفهد وخالد كل واحد قاعد يقول هل من الممكن فيه أحد أو ناس يجون يدرسون آخر الليل؟ وشلون الساعة 12؟ والموضوع ما وقف عند هنا ولمهم رجعوا لبيتهم كانوا يسولفوهم مع بعض قالوا لازم نسأل يا فهد خويك سعد لأن سعد هو الشخص القديم وهو اللي يعرف السالفة ونبغى نعرف من الناس اللي يدرسون الساعة في معشر الليل قال لهم فهد خلاص تمام أجل بكرة في المدرسة إذا قابلت سعد رح أقول لهم من هذول اللي يجون يدرسون آخر الليل ومن وين يجون وكيف عرف ارجعوا لبيوتهم يا جماعة الخير ونامهم وأول ما صحوا مرهم ولي الأمر اللي ياخذهم ومتفقيم معاولي الأمور اللي ياخذ الطلاب يوديهم للمدرسة القديمة عشان ياخذهم الباص ويوديهم للمدرسة الجديدة حرفيا نزلوا كلهم من باص واحد كلهم كانوا يقولون ميد فهد لا تنسوا تقول ميد سعد انتبه تنسى نبغاك تعرف كل شي عن الموضوع قال لهم خلاص أتشلونهم دخل فهد الفصلة ودخل الله يسلمكم أحمد وخالد الفصلهم قلمهم فهد انتظر سعد ولكن صادف في ذك اليوم إنه ما جاء قلمهم وتقابلوا في الفصحة كل الأخو يا أحمد وخالد وفهد سألوا فهد ها فهد جاء سعد ولا ما جاء والله يا جماعة الخير سعد ما جاء اليوم وكان غايل ولكن بكرة بإذن الله رح أسألنا لكم خالد قال فكرة كذا غريبة قال ليكون المدرسة فصلوه عشان نقلنا ميد الحارس في واحد علمنا في ناس يجون يدرسون آخر الليل اللي أحمد قال لا لا مستحيل يصير الشيء ذا مستحيل مدرسة تفصل واحد عشان يتكلم وقالنا عن ناس اللي يدرسون آخر الليل لا لا مستحيل يصير أحمد طلعت في راسه فكرة قال لي ما اسمعوا فهد خالد ركزوا معاي قال عندي لكم فكرة مرة حلوة ورح تخلينا نعرف هل في ناس يدرسون آخر الليل أو لا نروح للمدرسة الساعة 12 الليل ولكن ما ندخلها الناظر من بعيد ونشوف إذا في ناس داخل المدرسة معناهم في ناس يجون يدرسون آخر الليل وإذا ما في ناس يطلع كلام سعد مو صحيح كان قاعد يلعب علينا ويكذب علينا الممتفقوا كلهم أنهم يروحون الساعة 12 الليل كلموا مع أحمد قال أنا راح أمركم بالسيارة وتجهزوا راح أمركم واحد واحد ونوقف السيارة في نفس الموقف اللي يوقف فيه الباص وينزلنا وننزل على رجولنا نمشي نشوف المدرسة الممجمعة خير تفقوا على وقت يتقابلون فيه أحمد في ذاقي اليوم خذ الموتر من أبوه ومر أخويا فهد وخالد بعدين اتجهوا إلى المدرسة هذه ووقفوا في نفس الموقف اللي يوقف فيه الباصات ولكن يا جمعة خير أخر ليل أكيد ما فيه أحد ولكن هم جايين يبغون يشوفون من بعيد هل فيه أحد يدرس أو لا المموقفوا سيارتهم طفوها وخذ المفتاح ونزلوا ربعا جمعة خير الطريق للمدرسة على رقية يعني هم قاعدين يورقون جبل والمدرسة موجودة قدام على اليمين نزلوا جمعة خير وقاعدين يمشون ومشوا جمعة خير على هذه الطلعة اللي قاعدة تثقل مشيتهم وتحس كده وانت قاعد ترقى تحس انك ثقيل مرة قاعدوا يمشون يا جماعة الخير لين يقربوا للمدرسة ولكن فهد عطاهم اقتراح قال لهم فهد جماعة الخير أنا عندي لكم اقتراح ما نقرب عند المدرسة نهائيا عشان الحارس ما يشك فينا ويقولوا شجابكم في هذا الوقت المتأخر كلهم وافقوا طبعا وقاعدوا يمشون يا جماعة الخير طبعا جماعة الخير أبقاكم تتخيلون معي قاعدين يورقون على هذه الطلعة ونهاءوا مدرستهم على الجهة اليمين لازم يعني يلفون يمين وتطلع مدرستهم في وجههم مشوا 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 لين عند اللفة هذه يوم لفوا يمين يا جماعة الخير إلا يشوفون أنوار شغالة داخل المدرسة ولكن احمد كان يقول أكيد أنوار المدرسة متروكة من الصبح يعني ما في أحد طفاها من الصبح اللي ينظروني سار يا جماعة الخير إلا موتر الحارس واقف عند البيت حقه اللي موجود في المدرسة طبعا الحارس يا جماعة الخير حق المدرسة يكون عنده بيت جنب المدرسة مباشرة والنور شغال وكل شي شغال داخل المدرسة والوضع عايد يعني ولكن جماعة الخير النور هذا حق الطابق الأرضي بس اليو حق الملعب وحق الفسحة والأماكن اللي يقعدون فيها الطلاب في وقت الفطور ولكن لاحظوا يا جماعة الخير فيه فصل شغالة لم بته وبرضو أحمد قال لهم النور هذا شكله من الصبح متروح ولا أحد سوى فيه أي شيء لأنه صدق جماعة الخير ممكن تركين النور شغال ونسوا يطفونه فأكيد إنه في الليل بيكون منور ولكن الحين في رأس أحمد يبغى يشوف طلاب اللي يدجون يدرسون آخر الليل حصل ببال مدرسة مقفلة ولكن بس نور أرضي وفصل شغال قال أحمد صدقوني ما فيه أحد يدرس آخر الليل والموضوع هذا مو حقيقي مستعيل إن فيه ناس يدرسون قرروا يرجعون سياراتهم جاعدوا يمشون كذا وهم راجعين وراحين لم السيارة وركبوا سيارتهم وراحوا يتعشون وكل واحد راح لبيته خلصت إجماعة الخير عطلت نهاية الأسبوع وجاء اليوم الدراسي اللي في الأسبوع اللي بعدها وخلاص يعني زي لي نسوا الموضوع فيه ناس يدرسون آخر الليل لا أحس الموضوع مو حقيقي يعني وش اللي يجي أحد يدرس آخر الليل المهم إجماعة الخير نفس السيناري المعتادر كبوا الباص من مدرسة القديمة وراحوا للمدرسة الجديدة في أول يوم دراسي لهم ونزلوا إجماعة الخير وخالد وإحمد في فصل وفهد في فصل الحالة المهم في ذاك اليوم فهد قابل سعد هلا والله سعد كيف حالك طيب والله الحمد لله بخير يا أخي وينك غايب الأسبوع اللي راح والله أني كنت تعبان مع ليش وما أدري إيش ولكن وش بغيت في شيء يا أخي كنا بنسألك نبغى نقول لك يعني أنت قد شفت الناس هذولي تعرف الناس هذولي يدرسون آخر الليل قال لا سعد لا والله ما أعرفهم يلا طيب تدري يا سعد إنحنا جينا آخر الليل وما حصلنا أي شيء صدق حصلنا لمبات شغالة وفصل شغال ولكن ترى ما في أحد قال له سعد أجل ممكن أنهم يكونون غايبين أوجتهم إجازة وعندهم إجازة قال له طيب أنت يعني قد شفتهم قال لا والله ما قد شفتهم بس كنت أسمع كلام مواجد إن في ناس يدرسون ساعة 12 الليل وإنتوا رحتوا وسألتوا حارس ذاك اليوم وقال لكم وفي ناس يجيون صدق آخر الليل ويدرسون قال له خلاص أوكي يعطيك العافية المهم قابل أخوياه وقال لهم إنه ترى قابل سعد وقلت للموضوع وقال له ممكن يكونون غايبين في نفس هذا اليوم طالع يا جماعة الخير المدرس البدنية المدرس حق الرياضة كيف حالكم يا طلاب كويسين لهم جمع الطلاب كلهم عنده بالمايكروفون حق الصباح هذا وقال لهم يا جماعة الخير رحنا نبغى عشر طلاب العشر طلاب ذولي نبغىهم يساعدوننا يساعدوننا على إيش؟ رح أعلمكم الآن في مدرسة السيل هدمها ورح ينقلون عندنا وعددهم بصير ويحتاجون ثلاث فصول نبغى عشرة من الطلاب يجهزون هذه الفصول للضيوفهم الجدد اللي رح يجون من المدرسة الجديدة وليبغى يشارك يسجل اسمه ولكن ترح دوركم الساعة أربع العصر رح نشتغل لين المغرب وبعدها الله يستر علينا وعليكم سجلوا اسمكم عند المرشد الطلابي اللي يبغوا يجون ولكم درجات زيادة للناس اللي بيساعدوننا ويحضرون الفصول للضيوف الجدد طبعا هم راحين كذا خلاص يكملون فصحتهم على ما ينتهي الفصحة ويرجعون لفصولهم أحمد قال لهم أنا ترى راح أشارك والله ودي أجمع درجات ودي أرفع درجاتي ودي أشارك معهم واجه العصر وخالد برضو قال نفس الكلام هذا قال أنا والله بشارك وبجي معاك يا أحمد ولكن بهد قال لا والله أنا راح أكون مشغول ما راح أجي والله يوفقكم يعني اللي بيقى يجمع ذو خير أحمد وخالد هم اللي راح يجون العصر للمدرسة هذه ويشاركوهم في التنظيف ويعدون الفصولة هذه للطلاب اللي راح يجون الجدد سجلوا اسمهم عند المرشد وانتهت الدراسة ويرجعوا لبيوتهم والآن خالد ينتظر أحمد يمر العصر عشان يروحون للمدرسة هذه ويشتغلون فيها مع المدرس أحمد مر خالد وتوجهوا على طول للمدرسة راحوا للمدرسة ووقفوا في الموقف اللي دايما يوقف فيه الفاص وينزلوا على رجولهم وهم قاعدين يرقون على رجولهم مع هذه الطلعة قابلوا سعد خوي فهد ولكن فهد ما جاء يقابلوا سعد خوي فهد اللي معان في الفصل صار مسجل اسمه وراح يساعدهم في تنظيف الفصل انزلوا ووقفوا لين عند الباب المدرسة وانتظروا المدرس جاء واجتمعوا حوالي تسع طلاب ودخلوا للمدرسة الممساد كذا قاعد معهم قاعدة ووزعوا عليهم موية وعطاهم كيك والوزين يلا مشوفوا الثلاث فصول هذي اثنين منها في الدور الثاني والفصل الثالث في الدور الثالث والفصل اللي في الدور الثالث هذا يا جماعة الخير خلوني اشرح لكم شكله تخيل نفسك قاعد ترقى الدرج الاول الدور الثاني الدور الثالث الدور الثالث هذا مخصص بس الثالث ثانوي اول ما ترقى من الدرج تروح سيدة اخر شي حرفيا اخر شي اخر شي سيدة اخر شي يعني تبعد ما يقارب مئة متر او ثمانين متر ويجيك الفصل على يدك اليسار وجنب هذا الفصل دورة مياه مباشرة الممه علينا خلاص التفقوا والاتفاق يكون ايش ما انهم هم تسع طلاب خمسة راح يمسكون فصل واربعة راح يمسكون فصل هم الان في الدور الثاني قاعدين ينظفون كل خمسة يمسك فصل المجموعة الخمسة الاولى جمعة الخير فيها احمد وخالد وثلاثة ما نعرفهم المجموعة الثانية اللي هم اربعة اشخاص فيها ساعد وثلاثة برضو ما نعرفهم قاعدوا ينظفون قاعدوا ينظفون بالغالب اللي هم خمسة اشخاص راح يخلصون الفصل ينظفونه بشكل كبير بعد ما نظفوا الفصل قال لهم المدرس جيبوا الطاولات من الدور الثالث عشان رتبها لهم وجابوا الطاولات من الدور الثالث اللي هم خمسة شخاص ورتبوها الان الفصل اللي فيه اربع ينظفون باقي ما خلصوا ولكن احمد وخالد والثلاثة اللي معاه خلصوا فصلهم ورتبوه قال لهم المدرس وش رايكم الان ترقون للفصل حق الدور اللي فوق اللي هم موجود في الدور الثالث حق الصف ثالث ثنوي قالوا له خلاص تمام ألمهم ورقوا مع الدرج وقعدوا ينظفون يا جماعة الخير ويشتغلون وهم قاعدين ينظفون إلا شوي ويذن عليهم المغرب أول ما أنت هذان المغرب يا جماعة الخير إلا ساعد عند باب الفصل يقول لهم تبقوني أساعدكم قالوا له أحمد إيه خلاص تعال ساعدنا ألمهم يقعدون يساعدون وصفون كل شيء ورتبون كل شيء عشان يخلصون بسرعة قالوا محمد خلاص روحوا أنا برتب لي طاولتين وبجيكم ألمهم يا جماعة الخير راحوا كلهم يوم راحوا يا جماعة الخير إلا أحمد يسمع شخص ينادي أحمد أحمد من الشخص هذا اللي قاعد يناديه اللي هو ساعد قالوا أحمد هلا والله خلاص جايك الحين بس بخلص خلص أحمد ترتيبة وخذ مويتة وعفشة وطلع من الفصل ونزل نزل يا جماعة الخير تحت الدور الثالث الدور الثاني الدور الأول اللي قابل ساعد طبعا ما بينهم ذيك الميانة ولا ذاك الاحتكاك لأن ساعد هو خوي فهد أصلا بالأصل وله بخويهم مرة قال أحمد الساعد هلا وش كنت تبغى تناديني نظر فيك كذا ساعد قال أنا ناديتك قال لأحمد إيه مو أنت لي قبل شوي ناديتني قال لا يا رجال ما ناديتك ولا قلت لك أي شيء شكلك تتواهم وقاعد يضحك أحمد يعتقد أن ساعد الآن قاعد يستهبل عليه ولأن أحمد ما يمون على ساعد ما يبغي يجادله بشكل أكبر قال لأحمد خاص خاص معليش شكل يتواهم وقفلوا على الموضوع وطلعوا من المدرسة أحمد شغل سيارته وركب معه خالد وهم راجعين للبيت أحمد قاعد يقول ماذا خالد يا أخي فيه واحد نداني في المدرسة ومن صوته كانه صوت ساعد ويوم جيت سألته قاعد ينكر يقول مو أنا اللي بناديتك في المدرسة والمشكلة يا خالد أن هذا الشخص أنا ما أمون عليه زي ما أمون عليه فهد لأنه هو في فصله ما بغيت يعني يطول مع الموضوع قلت ليه خلاص حصل خير ومع السلام قال لخالد صدقني والله الولد ذا أنا مرتحت له وقال خالد لأحمد برضو لا تنسى ترى بكرة نبغى نرجع نكمل شغلنا في المدرسة وننظف آخر فصل لنا باقي لنا النص ولا تنسوا على وعدنا بكرة ها قال لأحمد خلاص إن شاء الله على وعدنا راح أمرك بإذن الله ساعة 4 قال لخلاص تمام ونزل البيتة وانتظروا اليوم الثاني ييجي المهم جمعة خير جاء اليوم الثاني اللي أحمد راح يمر خالد وروحوهم فيه للمدرسة عشان يجهزون آخر فصل عندهم واللي راح يرتب هذا الفصل اللي هم بس الخمسة هذولي أحمد وخالد وثلاثة ما نعرفهم المهم راحوا المدرسة وقابلوا مدرس النشاط قال لهم يلا يا طلاب ارقوا الفصل الخير وخلن نظفه ونخلص منه لأن الطيوف راح يجوننا بكرة رقوا له الفصل يا جمعة خير وقعدوا ينظفون ويشتغلون نظفوا الفصل كامل وطلعوا الطاولات القديمة وراحوا يجبون طاولات جديدة ويدخلونها هذا الفصل وقعدوا يدخلون الطاولات هذه حبة حبة شوي أذن المغرب باقي آخر طاولتين راح يجبونها أحمد وخالد خالد جاب الطاولة وحطها وأحمد راح يجيب الطاولة الأخيرة راح يقفلون فيها الموضوع وخلاص قال لخالد خلاص أنا انتظرك تحت أول ما تخلص حصلني عند السيارة قال لأحمد خلاص تمام لا تشيلها أحمد هو قاعد يشيل الطاولة ويدخلها الفصل وقاعد يدخلها الفصل اللي يسمع صوت جرس المدرسة قاعد يضرب الجرس بعدين فك أحمد الهام في عقلة يقول شكله الطلاب اللي موجودين تحت قاعدين يستهبلون في المدرسة وقاعدين يلعبون بالجرس دخلوا الطاولة أحمد وحطها وقاعد يرتبها كذا ويرتبوا الطاولات خلاص يعني التشييكة الأخيرة يعني اللي يسمع صوت ناس يتكلمون دورة المياه لجنب الفصل صوت كذا حوالي 5 أو 4 أشخاص قاعدين يسولفون عرفتوا صوت كذا صوت الناس إذا اجتمعوا في الفسحة نفس الصوت هذا وقاعد يسمع ذا الصوت يحسب الناس في دورة المياه يعني قاعدوا تتوظى عشان يصلون فيطلع أحمد جماعة الخير من الفصل ويروح لهم دورة المياه ويدف الباب حق دورة المياه ويدخل أول ما دخل اختفى الصوت نهائيا ما في هاي صوت يوم عرف ان الصوت اختفى أحمد هنا في راسه يعتقد انه قاعد يتوهم قرر انه يرجع جماعة الخير وهو طالع اللي يحس بكثمة ويطيح على الأرض من هنا يا جماعة الخير بدت القصة طاح على الأرض ابو خمس دقايق عشر دقايق شوي قام ونزل مع الدرج وهو من خرش وقاعد يركب وخايف مرة مرة لأبعد درجة وما هو مصدق الشي اللي يسمعه وصار له نزل مع الدرج كذا بسرعة إلا حصل ما فيها حد تحت ما في إلا خالد عند السيارة أول ما شافه خالد قال يا أخوي شفيك طولت كلا ركب ركب ويفتحون السيارة ويركبون شغل السيارة ويقعد على حيلة اللي يقول ميد خالد الشي اللي صار له قال ميد خالد أنا صار لي كذا 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 وانكتمت وطحت إلا خالد يناظر في يد أحمد قال وش الكدمات ذيلي في يدك قال لأ أحمد مباشرة أكيد وأنا طايح سقعت يدي في أي شي يا في المغسلة يا في الباب يا في أي شي جنبي ولكن والله يا خالد إني سمعت ناس كانوا يتكلمون عن دورة المياه ويوم رحت لهم لدورة المياه اختفى الصوت وول ما جيت بطلع إلا انكتمت وطحت وما أدري وصار بعدها قال مجمعة الخير خالد قال ميد أحمد أنت بتقول ميد أحد ولا أحد يدري بالموضوع وخلنا نطلع الآن ونمر فهد ونقول له السالفة وطلع بالسيارة جماعة الخير وأحمد خايف خايف مرة من الموقف اللي صار له راحوا الفهد هلا والله فهد كيف حالك طيب الحمد لله ها بشروا خلصت الفصول اي خلصنا الفصول بس فهد بس ألك صار موقف مرة غريب وشوه الموقف ويقوم أحمد ويقول للموقف اللي صار له في دورة المياه قال له فهد صادق قال له وش ده لي صار طيب قلت ميد المدرس قال له والله ما قلت ميد المدرس طلعنا حصنا المدرس مموجود والطلاب مموجود لأني أنا تأخرت ويعتقدون أننا رحنا كلنا قال له لازم تروح تقول للمدرس إذا رحت للمدرسة قال له خلاص أوكيه تمام ونزلوا يا جمعة الخير في اليوم الثاني في المدرسة يدوروا المدرس عشان يقولوا له السالفة ونتظروا سأله عن المدرس قال المدرس بيجي إن شاء الله الحصة الثالثة ودواما دايما يكون الحصة الثالثة المدرس هذا قال خلاص ننتظر لين الحصة الثالثة ونقول المدرس السالفة اللي صارت ومرت الحصة الأولى الحصة الثانية جت بعد الحصة الثانية الفوسحة ولكن يا جمعة الخير في الحصة الثانية فهد قال ما يتسعد الموضوع وسعد أول ما سمع السالفة ما صدق نهائيا قال متأكدين من الموضوع قال والله متأكدين من الموضوع وانه صار كيت 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 قال ابغى قابل احمد في الفسحة قبل ما يقول الاستاذ اي شي راح سعد اجماعة الخير في الفسحة وعلى طول قابل احمد قال اقل لي يش صار لك بالضبط ويقوم احمد ويشرح للسال فمن البداية للنهاية قال لي اسمع يا احمد انا بقول لك شي وكنت خايف اقول لكم يا من زمان الموضوع كالاتي المدرسة اللي احنا فيها كان في طلاب والطلاب هذولي فجأة قالوا من المدرسة في يوم وليلة بسبب موقف صار في احد الفصول اللي في المدرسة وشفت ام تيجي تقول لي يا احمد اني انا اللي كنت اناديك انا كنت احسبك والله العظيم تستهبل ما توقعتك صادق قال لا والله انه صدق فيه شخص ناداني وكنت اعتقد انه انت ما كنت ابغى اسألك اني ما كنت امون عليك قال طيب اسمع تبي الحل وتبي تتأكد من الموضوع قال لي فيه طالب والطالب هذا اسمه مهند قد صارت لها نفس السالفة بضضبط نفس السالفة اللي قاعد تقولها لي وراح وقال للمدرس والطلاب والكل كان يستخف فيه وما حد صدقه نهائيا قال طيب هذا مهند وين فيه ابغى قابله في اسرع وقت قال والله شف انا ما ادري وين مكان بيته بس الافضل انك تروح للمدير وتسأله ممكن عند المدير علم ويعلمك وين فيه قال ولكن اخاف اسأل المدير المدير يقول لي اشتبي فيه هذا الطالب كان عندنا ونقال انتو اشتبي فيه اتفقوا اخويا صدق ان كلام احمد صحيح مدير بيقول له اشتبغى ببيت مهند اشتبي فيه انت قالوا لازم نسوي بحث داخل المدرسة ونسأل الناس عن بيت مهند هذا لاني ابغى تأكد اللي صار اللي حقيقي او لا وصاروا يا جماعة الخير ينتشرون في المدرسة ويسألون ها تعرفون مهند تعرفون مهند تعرفون مهند والكل كان يقول ما نعرفه ما ندري عن بيته ومهند نقل مع مجموعة طلاب حتى الطلاب اللي نقلوا دولي ما ندري عنه اتفقوا يا جماعة الخير اتفاك قالوا فيه خطة راح نسويها نروح نكلم مدير المدرسة ولكن من راح يكلمه راح يكلمه سعد لان سعد يا جماعة الخير من الحي القديم هذا ويقول له ان انا ابغى بيت مهند لانه ممكن نسوي حفل تخرج لطلاب الثانوي اللي كانوا موجودين معنا ونبغى نعز معاش عليه حق التخرج هذا استانس المدير قال خلاص راح اعطيك رقم ولي امره وكلمه وبإذن الله تنسقون معه وفالكم التوفيق خذ الرقم سعد وعلى طول عطى احمد قالوا اتصل عليه وتقابل انتي اياه وخليه يعلم كيفية اللي صار خذ الرقم واتصل ورد عليه ولي امر مهند سلام عليكم وعليكم السلام انا طالب كنت ادلس مع ولدك مهند نبغى نسوي حفل تخرج نبغى نقابل مهند عشان ننسق حفل التخرج هذا ونبغى ناخذ لنا استراحة ولي الامر وافق يا جماعة الخير وين بيتكم وين مكانكم حدد للمكان وقرروا انهم يروحون لكل الاربع طلاب احمد وخالد وفهد وسعد زيادة بعد عشان سعد هو اللي راح يشرح المهند السالفة اللي صارت لأحمد تقابله يا جماعة الخير عند باب البيت وقالوا مايد مهند تعال نبغى نسولف معاك بنقول لك موضوع وقعدوا كذا سووا دائرة وقعدوا يسولفون قال سعد المهند شفت احمد هذا صارت لها نفس السالفة اللي صارت لك في المدرسة القديمة اول ما قالوا نفس السالفة للمدرسة القديمة الا مهند جماعة الخير يخاف مرة يالسكتوا لا تتكلمون على الموضوع نهائيا ويقوم مهند زعلان ويدخل بيتهم ويقفل الباب